بالعودة إلى ولاية وغران تمكنت عناصر من فرقة البيئة تابعة لدرك الوطني من إحباط عملية تسويق كمية معتبرة من اللحوم البيضاء فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري قدرت بـ 18 كنتار من الدجاج الفاسد العملية النوعية التي نفذتها ذات الفرقة تمت خلال دوريات روتينية بمنطقة المرسى الكبير حيث تم الاجتباه في الشاحنة تبين بعد إخضاعها للتوقيف والمراقبة أنها تحمل كمية معتبرة من اللحوم البيضاء فاسدة كان صاحبها بإصدد تسويقها بمختلف المحالات التجارية في غياب تام لشروط معضافة مما عدم مراعاة شروط التبريد والتخزين إلى جانب عدم توفر الاعتماد الصحي حيث تم تحرير مخالفات لدى صاحب شاحنة التبريد مع حدز الكمية المضبوطة ومن ثم تحويلها إلى حديقة الحيوانات